منذ أسابيع والتلفزيون الرسمي في إيران يعرض يوميا تقارير عن جرائم داعش الوحشية ومنها قطع رأس البريطاني ديفيد هينز مع الإشارة إلى احتمال انضمام بريطانيا إلى التحالف العسكري ضد داعش لكن إيران وبصفتها الجار الأقرب للعراق تشعر بالإهانة لعدم دعوتها إلى مؤتمر باريس وإن كان لمرشد الجمهورية تبرير آخر أمريكا تكذب عندما تقول أنها لم تدعو إيران لمؤتمر لقد رفضت إيران منذ البداية التحالف مع الولايات المتحدة لأن أيديها قديرة تعتبر الولايات المتحدة منذ عقود العدو اللدود لإيران وهذا يتضح حتى في المظاهرات المعادية لداعش التي تشهدها إيران منذ فترة حتى قبل أن يأخذ الغرب التهديد على محمل الجد هذا في حين أنه كان يمكن لعلاقات إيران بالعراق أن تكون مفيدة في الحرب ضد داعش خاصة وأن إيران تدعم العراق ذا الأغلبية الشاعية لقد عرض الرئيس روحاني مساعدات عسكرية غير أن العراق لم يأخذ مثل هذه المساعدات واكتفى بتبادل المعلومات والاستفادة من المستشارين العسكريين فقط طهران لا تهتم بوجود حكومة مستقرة في العراق في حسب بل تشعر أيضا بمسؤولية انتجاه المراقد المقدسة في كربلا والنجف حيث يعيش المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السستاني كما أن إيرانيين كثيرين يتوجهون إلى هناك لزيارة المراقد أو للإقامة بغرض الدراسة وقد سقط بعضهم ضحية لاعتداءات داعش ومع أن إيران لا ترى في ذلك تهديدا مباشرا لها إلا أنها قامت بتعزيز قواتها على الحدود ويرجح أنها أرسلت قوات خاصة إلى العراق ويظهر التعاون الإيراني بشكل ملموس في المناطق الكردية حيث التقى نهاية أغسطس الماضي وزير الخارجية الإيراني محمد ضريف بمسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان والذي يبدو راضيا عن الدعم الإيراني لقد طلبنا من كل الدول الدعم العسكري وكانت إيران أول من قدم لنا مساعدات فعلية غير أن تقديم دعم عسكري للأكراد قد يكون سيفا ذا حدين إذ لا يجوز أن تستخدم هذه الأسلحة لاحقا ضد الحكومة المركزية في بغداد فقيام دولة كردية مستقلة في العراق قد يحفز أكراد إيران على المطالبة بالاستقلال أيضا